أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة فيلم من الآخر ياريت ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل في فيديوهاتنا ويلا بينا نبتدي فيلم النهاردة فيلمنا النهاردة بيحكي عن 3 شباب ده شون فالكون ده دوريك ساندوفل وده كايل شون ده بقى شخص ما بيحبش في حياته شيء غير التصوير وحبيبته رايلي وطبعا شون مصور رايلي صور كتيرة حبيبته بقى ومنهم صورة شخصية شويتين هيترجده انه يمسحها لكنه وعدها انه مش هيوريها لحد أبدا أبدا وهو أصلا جاي مع أمه من آيرلندا الأمريكا عشان يعيش مع جزء أمه وطبعا حالته المادية صعبة ومش هيقدر يتجاوز رايلي إلا لما يكون عنده فلوس كتيرة أما ديريك فهو حالته المادية زي الزفت وكل هدفه في الحياة ان يكون عنده سروة عشان يقدر يعيش حياة كويسة بيحلم بيها من زمان شون وديريك هما الاتنين صحاب بيشتغلوا في مطعم شغلانتهم انهم بيركنوا العربيات للزباين والشغله ده كان قريب من قضة المدير وبنعرف بعد كده ان شون وديريك شغلتهم الحقيقية ان واحد فيهم بدل ما بيركن عربية الزبون ياخدها وعن طريق الجي بي اس يقدروا يوصلوا لبيت الزبون ويسرقوا كل حاجة في بيته بس هما حرامية أبالسة شوية كانوا لما بيسرقوا بينمروا على الحاجات الخفيفة والغالية في نفس الوقت وفي يوم من الأيام بيروح كايل للمطعم اللي شغال فيه ديريك وشون وبيديهم مفتاح العربية وبيعملهم بوقاحة وبيحذرهم انهم ياخدوا بالهم من العربية وما يبوزوش أي حاجة فيها لكن بطريقته الوقحة دي بيستفز شون عشان كده أول ما بياخد من المفتاح عشان يركن العربية بيقرر انه لازم يروح بسرعة على بيت الراجل ده عن طريق الجي بي اس الموجود في العربية وأول ما بيدخل شون البيت بيلاقي جواب فيه كريديت كارد جديدة لسه ما تفعلتش فبيتصل بالبنك يفعلها عن طريق تليفون البيت الأرضي وبكده يبقى الفرصة جتلهم على طبق من دهب وبكده مش هيسرقوا تاني خالص لأنهم هيبقوا أغنية جدا وحلمهم هيتحقق عشان كده قرر انه يمشي لانه ما عادش عايز حاجة تاني لكنه استغرب انه لقى فيه قوضة الباب بتاعها مقفول بإفل رقمي فاستغرب وسأل نفسه سؤال هو إيه اللي في القوضة دي مهمة قوي كده عشان تبقى مقفولة بالشكل ده يمكن تجون حاجات تنفع للسرقة وقدر شون انه يفتح القوضة ودخل وملقاش فيها غير كمبيوتر ودفتر شيكات فقرر انه يصور دفتر الشيكات يمكن يحتاج البيانات اللي فيه بعد كده واستخدم التليفون علشان يصور الدفتر لكن لما فلش التليفون اتفتح شاف شون بنت قعدة قدامه على كرسي مربوطة بجنازير وكأنها حيوان بالزبط واول ما شافته طلبت منه المساعدة صعبت عليه قرر شون انه يساعدها عشان كده قعد يدور على اي حاجة يفك الجنازير اللي حواليها بها وبالفعل لقى شون مقص كبير موجود في القوضة وبعدين اكتشف ان القوضة دي مليانة ادوات بيستخدمها مايكل عشان يقطع جسس الناس اللي بيقتلهم وفي الوقت ده بيتصل ديريك بشون عشان يقوله ان الراجل قام من المطعم وعايز العربية بتاعته تعال بسرعة لكن شون بيقرر انه يروح يساعد البنت بالمقصة الحديدة اللي لقاه واول ما راح عند القوضة اللي كان فيها البنت المربوطة لقى ان نور القوضة نور وهنا عارف شون ان البيت في كاميرات مرأبة متصلة بتليفون البيت عشان كده قرر انه يسيب البيت ويروح بسرعة يرجع العربية لصاحبها وبنعرف بعد كده ان شون حكل ديريك عن البنت وبيقرروا هما الاتنين يساعدوها وبيتصلوا بالشرطة من تليفون عمومي عشان محدش يعرف مين اللي بيتصل وبيروح ديريك وشون بالعربية قدام بيت مايكل عشان يعرفوا البوليس هيقدر ينقذ البنت ولا لا المهم لما جات الشرطة طلع لهم كايل وهو لابس روب وكان معاه بنت تانية وسألت الشرطة البنت علشان تعرف انها بخير ولا لا والبنت جوبت ان مفيش اي حاجة وكانت البنت دي غير البنت اللي كانت مربوطة وبالمناسبة البنت اللي كانت مربوطة دي كان اسمها كاتي علشان كده قرر الاتنين الاصحاب يرقبوا البيت لحد ما يطلع كايل من البيت ويدخلوا يفكوا البنت ويهربوها وبالفعل طلع كايل بعد ما الشرطة مشت بفترة ودخلوا البيت وهنا كانت الصدمة بيشوف شون ان القوضة اللي كانت فيها البنت مفتوحة مش مقفولة بقفل رقمي زي المرة اللي فاتت وكمان البنت ما كانتش موجودة في القوضة والقوضة كانت طبعية جدا وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت عربيات الشرطة وهنا بيعرفوا ان قايل كان عارف انهم جايين وبيعمل لهم فخ عشان كده خطط انهم يدخلوا البيت ويبلغ الشرطة ويتهمهم بالسرقة وقدر الاتنين الاصحاب انهم يهربوا من الشرطة على اخر لحظة اما قايل المفتري اخد البنت عشان يوديها الكوخ ويقتلها هناك شون بيفضل يفكر في البنت ومش عارف ينقذها ازاي فبيروح الشرطة وبيعترف على نفسه انه كان رايح يسرق وشاف البنت مربوطة في المكان وبيحكي لهم على اللي شافه لكن ما جابش سيرة صاحبه وده كله علشان ينقذه وكمان كان ساعتها لقت صور للبنت اللي كانت مربوطة ووراها للشرطة وراحت الشرطة بيت كايل لكنهم ملقوش اي حاجة ورجع الضابط قال لشون انه راح بيت كايل وملقاش حاجة لو يهمك انك تلاقي البنت اللي في الصورة اللي معاك ممكن تبلغ شرطة الاف بي اي يمكن يقدروا يساعدوك وبالفعل بيروح شون لشرطة الاف بي اي ويبلغهم عن البنت المربوطة والضبط اللي كانت هناك ما كانتش مصدقاه لانه سوابق وعليه قضية سرقة وكمان بيتهم راجل غني ومعروف في بلده لكنها بتاخد منه الصورة علشان توصل لمعلومات عنها وتعرف ايه حكايتها وبعد كده بنلاقي كايل راح للبنت ووراها صورة شون وقال لها هو ده اللي كان عايز يهربك عشان كده حط جهاز تتبع في عربية شون وقدر يوصل لمكان بيته وكمان دخل بيت شون وفتح جهاز الكمبيوتر الخاص به وقدر يعرف عنه كل المعلومات وكمان قدر انه يلاقي صورة عارية لرايلي حبيب تشون استغلها ونزلها على صفحة شون على الفيسبوك وكتب عليها انها بنت مش كويسة وهو مش عايز يعرفها تاني وكمان بيبعث الصورة دي لكل صحاب رايلي ومش بس كده اتصل على مدير المطعم اللي كان شغال فيه شون وديريك وقال له انه لازم يطردهم من الشغل وإلا هيفضحكم ويقول للناس انهم بيسرقوا بيوت العملاء اللي بيجوا المطعم وبالفعل المدير بيفصل شون وديريك من الشغل وبيجيب مكانهم ناس تانية وبكده بيكون شون خسر حبيبته وشغله لكنه مش بيكتفي بكده وبس لاننا بنعرف بعد كده انه تهجم على رايلي وضربها جامد لحد ما وقعت من على السلم وفقدت الوعي من كتر الضرب وبيروح لها شون علشان يعتذر لها عن اللي حصل بسببه لكنها بترفض تسمع منه اي كلام ولما بيمشي شون من عندها وبيرجع للعربية بتاعته بيلاقي ان العربية مت دغدغة وفجأة بتظهر عربية مشية بسرعة رهيبة وبتبقى عايزة تخبطه لكنه بيقدر ينقذ نفسه منها انتقام انتقام يعني وبعد كده بتجيله مكالمة من رقم غريب ولما بيفتح بيلاقي حد بيقوله بما انك كنت عايز تسرقني انا هعرف علمك الادب كويس وبيقفل استكاف والشو بيقلق شون على امه بعد المكالمة دي فبيروح لها البيت وبيلاقيها قعدة بتعيط هي وجوز امه لانهم هما الاتنين اضطردوا من شغلهم بسبب اتهام زور في قضايا في سمعتهم وفي شرفهم وهنا بيعرف شون انهم في خطر حقيقي وبيحكي لهم على كل حاجة وبيطلب منهم انهم يسيبوا البيت ويروحوا فندق عشان هناك هيبقوا في امان اكتر ليهم وبعد كده بيتصل شون على صديقه ديريك وهو بيكلمه لا ان ديريك فتح الكاميرا وفجأة سمع شون وهو على المكالمة صوت كايل الجبار وهو بيتهجم على ديريك وبيقتله وبيمسكه مسدس عشان يبين انها قضية انتحار وان هو اللي قتل نفسه شون بينصدم للا حصل لصديق عمره لكنه قرر انه يقبل كاميرا الفيديو وعرف كايل ان الكاميرا مفتوحة ومسك التليفون وفي الوقت ده ادر شون يلقط صور الكايل عشان يبقى مع دليل ان هو اللي بيعمل كده وبيروح يوريها لشرطة الاف بي اي وهناك بتعرف الضبطة انه كان وهو صغير قتى الحصان ومتهم في الحدثة دي لكنهم ملاقوش جسط الحصان علشان كده متعقبش وبدأت الضبطة تشك انه شخص سايكوباتي ومش مظبوط ووارد انه يكون السبب وراء اختفاء حالات كتيرة من البنات اللي مش لقين لها سبب وبتبدأ الضبطة انها تشك انه ممكن كلام شون يبقى صحيح لكن شون بعد اللي حصل لصديقه مقدرش يستحمل وقرر ان المواجهة افضل طريقة علشان كده راح لبيت كايل وشاف عربيت كايل عنوان تاني على الجي بي اس قرر انه يحتفظ بالعنوان ده وبعد كده دخل بيت كايل علشان يشوفه لكن هناك كانت المفاجأة ان فيه قنبلة في المطبخ هتنفجر بعد 36 سنية لكن شون قدر يهرب والبيت انفجر وقرر شون ان يبحث عن العنوان اللي لقاه على الجي بي اس وعرف ان العنوان ده لمزرعة بتاعة كايل وراح شون المزرعة واخيرا لقى البنت كاتي هناك وكانت محطوطة جوه افص ومربوطة كأنها حيوان وشون بيقول لها انه هينقذها لكن تعبيرات وشها اتغيرت فجأة لكنه مقدرش ينقذ نفسه في الوقت ده وده لان كايل ضربوا بفاس تقيل على راسه وبيغم عليه بعد كده بيفوق شون وبيلاقي ان كايل كان موقف كاتي جنب حفرة عميقة وبيقول له انا مش عايز اقتلها غير لما تفوق وتشوفني وانا بموتها وعلى فكرة هقتلك بعدها وهاتفينكم انتو اللي اتنين في نفس الحفرة مش دي اللي بتبلغ عني الشرطة بسببها وبيضرب كايل طلقة من المسدس بتاعه وبتقع كاتي في الحفرة لكن الحمد لله الطلقة ما جاتش عليها وبتكتشف ان الحفرة دي فيها جسس لناس كتير وبعد كده بتطلع من الحفرة وبتضرب كايل بنفس الفاس اللي ضرب بي شون وبعد محاولات كتيرة بيقدر شون وكاتي انهم يضربوا كايل وكمان يكتفوه ويقعدوه على نفس الكرسي اللي بيقعد عليه ضحاياه وبتيجي الشرطة وبتشوف الضبطة كايل وهو متكتف على كرسي زي الحيوان وبيبقى في حالة غضب شديدة وبكده بيخلص تلخيص فيلمنا النهاردة ياريت ما تنسوش تعملوا القناة ناقناة فيلم من الآخر لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان نكبر بيكم السلام